اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميالين ونستهلها بالعناوين لبنان يوقع اتفاقا لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا وتطبيقه رهن بقرار امريكي يؤكد عدم مخالفته قانون قيصر اضخم اضراب لعمال السيكك الحديد في بريطانيا منذ ثلاثة عقود يشل حركة النقل البري والبحري اهلا بكم اعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض توقيع الاتفاق النهائي لاسترار الغاز المصري عبر الاراضي السورية شاكرا البلدين على تعاونهما ودعمهما وقال فياض ان العقد سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل الى اربع ساعات اضافية في لبنان وبافضل تكلفة واعرب عن امله بالحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة لاستثناء هذا المشروع من قانون قيصر للعقوبات على سوريا اجتماع لبناني سوري مصري في وزارة الطاقة اللبنانية انتهى بتوقيع عقدين الاول لشراء الغاز الطبيعي من مصر والثاني لنقله من مصر عبر سوريا ومع اعلان جميع الاطراف جاهزيتهم للبدء بالمشروع بقي عائقاني اولهما قانون قيصر حصلنا على كل الموافقات اللازمة لتمرير الغاز ومن هين ناحية ما فيه اي خوف حصلت على الموافقة الامريكية هذا الموضوع بخص الجانب اللبناني والمصر انا اللي استشفيته من الحديث الدائم اللي كنت عم بعمله مع الادارة الامريكية يعني بعبر زيارته لاموس هوكستين لما اجا وايضا ساعات السفيرة دروتيشية بانه هن سيقفون مع معنى وبالتكلم مع الادارة ادارة الخزينة لحتى يأمنوا انه هذا العقد يحصل على تأكيد واطمئنان نهائي انه لا يترتب عليها اي تدعيات سلبية من قانون ايصر وبنفس الوقت التسهيل بموضوع التمويل يعني تقديم التسهيلات بموضوع التمويل من قبل الولد بانك وبانتظار موافقة البنك الدولي المرتبط بالقرار الامريكي اكد الجانب المصري دعمه للبنان نحن الحمد لله يعني قدرنا ان احنا لدعم الدولة اللبنانية ان احنا ندي ساعر مناسب وتفضيلي لاشقائنا في لبنان المشروع هذا بالاضافة الى الفيول اويل العراقي من المفترض ان يرفع ساعات التغذية الكهربائية في لبنان الى حدود العشر ساعات وقعت العقود مع وصول التغذية الكهربائية في لبنان الى ادنى مستوياتها الا ان التواقيع والتجهيزات يرى الخبراء والمختصون انها تبقى حبرا على ورق بانتظار اعطاء الضوء الاخضر الامريكي حسان الرفاعي بيروت الميادين كشفت وزيرة الخزانة الامريكية جانت يالين عن الية جديدة يناقشها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تهدف الى وضع سقف لاسعار النفط واوضحت يالين ان هذه الالية مصممة لزيادة امدادات النفط الروسي الى السوق العالمية من دون ان تزيد عائداته وقالت نحن نتحدث عن سقف للسعر من شأنه ان يحدى من دخل بوتين ويسمح في الوقت ذاته بدخول المزيد من النفط الى الاسواق تعتزم الحكومة الكندية اعتماد قانون يسمح بمصادرة الاصول الروسية الخاضعة لعقوبات وفق ما كشفت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلند وقالت ان القرار سيعتمد في غضون ايام قليلة ويحدد اجراءات تسمح بمصادرة وتجميد الاصول الروسية الخاضعة لعقوبات ولفتت الى ان هذه الخطوة تم بحثها مع شركاء الدوليين بمن فيهم الولايات المتحدة قالت رئيسة وزراء الليتوانيا ان بلادها لا تهدف الى التصعيد بفرض حضر على عبور البضائع الى مقاطعة كالينجراد الروسية انما تمتثل لقرارات الاتحاد الاوروبي بشأن العقوبات رئيسة الوزراء الليتوانيا اشارت الى انه لا يوجد حصار على كالينجراد اطلاقا وان عمليات النقل لازالت مستمرة واضافت ان هناك استثماءات معينة في لوائح العقوبات تتمثل بالسلع اللازمة للاغراض الانسانية كالغذاء والادوية هذا وناقش القادة الاوروبيون الازمة الاوكرانية في قمة البحار الثلاثة وتداعياتها على الامن الغذائي في اوروبا والعالم هذا هو التهديد الكبير وهذا احد اكبر المخاوف الان فنحن نواجه عمليا ازمة غذائية في جزء كبير من العالم ولا سيما في افريقيا ان روسيا هي المسؤولة عن هذه الازمة هذا واضح جدا كما ان عدم المسئولية امر واضح جدا ايضا لقد اوصينا بمنح الترشح للعضوية لكل من اوكرانيا ومولدوفا على الفور مع شروط معينة وسياسات لاحقة يجب تنفيذها اضافة الى متطلبات اخرى لجورجيا قبل منحها وضع الترشح للعضوية علقت شركة جاسبروم الروسية ضخ الغاز عبر خط انبيب السيل التركي لمدة اسبوع وعللت قرارها باعمال الصيانة الدورية الشركة اكدت ان الضخ مستمر عبر خط السيل الازرق الذي يصل الى تركيا ايضا وتبلغ طاقته 16 مليار متر مكعب سنويا اما السيل التركي فتبلغ طاقته 31 مليار متر مكعب ويغذي الى جانب تركيا دول جنوب اوروبا ايضا تظاهر الالاف في العاصمة البلجيكية بريكسال احتجاجا على غلاء المعيشة حيث تحرك عشرات الالاف من العمال في تظاهرة طالبوا فيها باجراءات لرفع الاجور وتخفيض الرسوم وتحسين ظروف العمل وتزامنت هذه الاحتجاجات مع اضراب عام في البلاد شل حركة النقل والسفر بسبب اضراب افراد الامن والعمال في المطارات وشبكات النقل المحلية اضافة الى توقف مطار بريكسال عن تسير الرحلات يأتي ذلك بعد ان بلغ التضخم في بلجيكا 9% مؤخرا اثر ارتفاع اسعار الطاقة والسلع بسبب الحرب في اوكرانيا هذا والغيت معظم الرحلات البرية والبحرية في بريطانيا وشلت الحركة في مناطق واسعة غداة اضراب لعمال سكك الحديد والنقل هو الاضخم منذ ثلاثة عقود الاضراب الذي ينفذه العمال واتحاداتهم يأتي اعتراضا على انخفاض الرواتب واقتطاع الوظائف فيما اعتبرت اتحادات العمال ان هؤلاء يواجهون اجندة عدوانية تتمثل في خفض الوظائف والاجور والمعاشات التقاعدية بريطانيا تعود الى اسوأ ايامها محطات القطارات فارغة الا من العمال المضربين فوضى تسهد البلاد بعد حرمان ملايين الركاب من الوصول عبر سكك الحديد التي تعد شريان حياة البريطانيين الى اعمالهم الاضراب يشارك فيه اكثر من اربعين الف موظف ويأتي بعد فشل المفاوضات بين عمال سكك الحديد وشركات تشغيل وسائل النقل بشأن الاجور والامن الوظيفي الاضطرابات في البلاد سببها كل من وزيري النقل والخزان لا ارى انه يمكن التواصل الى تسوية بشأن الاضراب اذا لم تمنح الحكومة شركات النقل حرية التفاوض الحكومة تنصلت من مسئوليتها والقت باللوم على حزب العمال والنقابات في وقوع اسوأ اضراب في النقل العام منذ حكومة مارغريت تاتشر النقابات بدورها اتهمت حكومة المحافظين بالوقوف على الهامش وعدم منح الشركات مرونة في المفاوضات كما انتقدت النقابات قيادة حزب العمال لعدم تقديمها الدعم الحقيقي لاضراب عمال سكاك الحديد لم نعد نؤمن بالقيادة حزب العمال فهم يعملون من اجل انفسهم حتى الان لم يعلن الحزب عن تأييد خطوة الاضراب او تأييد مطالبنا بشأن تحسين الاجور وتخطط الحكومة لتغيير القوانين المتعلقة بالاضراب بحيث تحد من فاعلياته في المستقبل ساعية كما تقول الى تقديل الاضرار الناتجة عن الاضرابات خطوة اعتبرت النقابات انها تهدف الى اضعاف حق الاضراب المنصوص عليه في القوانين اضراب عمال سكاك الحديد سيؤدي بحسب المراقبين الى تعثر الدورة الانتاجية للبلاد فيما هي في امس الحاجة الى الانتعاش الاقتصادي للخروج من دوامة البريكزيت وكورونا والحرب الاوكرانية بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية المباشرة للاضراب نحو مائة مليون جنيه استرليني ونحو ربع مليون موظف لن يتمكن من الذهاب الى وظائفهم مستصرور لندن الميادين اطلقت الشرطة نيبالية الغاز المسي للدموع لتفريق احتجاجات على اسعار الوقود وبحسب مسؤولين وشهود عيان فقد اطلقت الشرطة في العاصمة نيبالية الغاز المسي للدموع وهجمت المتظاهرين بالعصي لتفريق مظاهرة نظمها الطلاب ضد ارتفاع اسعار الوقود وتعد هذه الاحتجاجات مؤشرا على استياء عام متزايد من ارتفاع التضخم ايضا سريلانكا شهدت مسيرات طلابية تطالب باستقالة الرئيس بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ونظم المئات من طلاب الجامعات والنقابيين والفنانين مسيرة في شوارع العاصمة كولومبو مطالبين باستقالة حكومة الرئيس وتعيش سريلانكا واحدة من اسوأ مشاكلها المالية منذ سبعة عقود وسط نقص حد في الوقود والغذاء والدواء وقعت منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مذكرة تفاهم على البنك المركزي اليمني لتبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة البورصة ومن أهم بنود هذه المذكرة إنشاء سوق رأس المال اليمني الذي أبدت إيران استعدادها لتقديم خدمات استشارية وخدمات فنية وبنيوية له بهذا نختم النشرة الاقتصادية شكرا وإلى اللقاء